السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخواني عساكم تبينوا ان شاء الله تكونوا بصحة سلام بل في خير اول شيء صلوا على رسول الله اللهم وصلي وسلم عليك يا رسول الله مقطعنا اليوم افضل قليتش نسخ سيارة من صاحبك بطريقة سهلة وبسيطة لأطول عليكم في مقدمة المقطع همشي لا تنسون تشيكون لجميع الرابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون مجري وكذلك بضلكم رابط نوقع كريمينل والرابط تحت في صندوق الوصف وكذلك بضلكم كود الاتم شوب فاتمنوا لكو يدعمني في فورتنايت واذا حاب تتبعني عن طريق السناب بحط لك البر كود ظاهر اماك في الشاشة وبس هذا اللي كان عندي فقبل ان نبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك ودستايك رح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنبدأ في خطوات القليتش موسيقى ورجعنا لكم مرة ثانية يا اساطير اول شي حاب اقول لكم على المجر الحقي وفرت في له خدمات فاذا حاب تستفسر عن اي خدمة من الخدمات بحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف رح اقول لكم متطلبات وبعد رح انده في الشرح اول شي لابد انت وصاحبك تكون انت وهو في سفر خاص عشان مضايقات السفر العام ورح نحتاج نكون assisted aim لانو البوت دائما وابدا free aim لانو رح نجون عليه وبترك لكم صورة لجميع اسماء البوتات اذا انك انت ما عندك او ما اشتغل معاك البوت تقدر تجون على صديق عندك في الفرند اذا كنت انت assisted aim لابد هو يكون free aim والعكس صحيح انت تكون free aim هو يكون assisted aim هذه اولى المتطلبات نرفع الجوال ونكمل باقي المتطلبات اول شي لابد يكون عندك البانكر كل عارف البانكر ما يحتاج انينا نتكلم عن البانكر الكل عارف البانكر عشان تقدر تشتري شاحنة البانكر اللي داخل البانكر واهم شي شاحنة البانكر تكون pay 3 حقتها pay 3 تكون personal vehicle storage لانو رح نحط سيارة مجانية داخل الشاحنة تمام بهذا الشكل شي يعني بشكل بسيط جدا تحط سيارة مجانية او اي سيارة تبت تفقدها يعني عشان رح ننسخ فوقها السيارة من خوينا تشتريها بهذا الشكل حتختار اللون وبعد تحط زي ما انا حاط موجود عندي واهم شي عندكم الكازينو الكازينو يا اخوان اهم شي انك انت تكون مستأجره تمام الكازينو تروح هنا تستأجره تروح الكازينو تستأجره ب500 بعدين عشان تقدر تشتري البنت هاوس هذا الشقة الفندقية حقت الكازينو سواء الغالية او الرخيصة او العادية اهم شي انك تشتريه هذه هي يا اخوان متطلبات القليج الان رح يبدأ في الخطوات رح نجي عند الهاتف بهذا الشكل في هذا المكان ركزوا معي اهم شي نجيب السهم يمين الان يا حبايب راح نجون على البوت واول ما جينا رسالة الاريو شور راح نضغط ساهمين وندبل اكسات بس بشكل سريع ساهمين على طول وراء ندبل اكسات الان بروح اجون على البوت والان يا حبايب جوننا على البوت ننتظر منه الرسالة الاولى الان اول ما جتنا الرسالة نضغط ساهمين وندبل بهذا الشكل اوكي اخوان ساهمين وندبل بعدين بيرفعنا في الجو ننتظر هنا ثواني ورح نضغط اكس وبعدها بيرصبنك ويرجعك على طول على نفس الهاتف رح نعلق على التاتشباد وبعد ما يتصل بهذا الشكل وبعدها على طول رح ننتظر بهذا الشكل وبعدين رح نضغط سهم فوق بعدين نضغط دائرة تمام سهم فوق وبعدين دائرة يختفي معنا التليفون بهذا الشكل يكون ضبط معنا القريج الآن رح نجي هنا في هذا المكان تمام ورح نفتح معنا الباب رح نضغط على الخيار الأخير X ونبعد تمام بعدين نرجع مرة ثانية ونضغط على أول خيار حلوين اللي هو خروج من البنت هاوس بعدها راح يخرجنا بهذا الشكل بعد ما خرجنا خلاص اللي عليكم تسوونه تعلقون على التاتش باد وتروحون بعدين موبايل اوبيراشن سنتر وريكوست اللي هي شاحنة البانكر وننتظر انها ترصب معنا جنب الكزينو بهذا الشكل بعد ما رصبنات خلاص اللي عليك تسويه انك ترجع مرة ثانية للكزينو ولكن مو للبنت هاوس للكزين وبعدها ممكن يدخلك تحت الارض او ممكن يجيبك زي ما يجيبني معايا الان حلوين يا اخوان بعد ما جابنا بهذا الشكل اذا ما نزلك تحت الارض يتكون مقلتش على طول عادي اهم شي انه يجيبكم زي بهذا الشكل او انه ينزلك تحت الارض ويرصبنك بر الخريطة وتكون معاك الخريطة مخفية تمام حلوين راح نجي عند الاخونا هذا اذا ما جاك سهمين او جاك سهمين عادي اضغط عادي معدكم اي مشكلة خلاص يعني اذا جاك السهم او ما جاك اضغط سهمين على طول راح تفتح معاك هذه القائمة تمام راح نروح على ايريك رفتي هنا حلوين بعدين راح نختار اي طيارة عندنا اي طيارة موجودة خلاص نختارها بهذا الشكل بهذا شكل اكس اكس وبعدها راح نرفعنا بهذا الشكل ونكون كذا احنا قلتشنا 200% والخريطة معانا مقلتشة زي انتم شايفين ملامح الخريطة مخفية الان راح تجي للاحلة البانكر حقتك وتتوجه للمكان اللي راح اوريكم اياه الان بس خلينا ننزل وراح اوريكم المكان ومعليش انا الشرح اذا كان طويل وسمحوني على الاطالة راح ناخذ الشاحنة ونركبها بالمثلت ونضغط ستارتون ونضغط التشباد وبعدين راح نتوجه للمكان اللي فيه صاحبك او خويك عند المرقص والعياذ بالله وبنرجع لكم مرة ثانية والان يا حبايب انتقلت للمرقص اللي قتلكم عنه يا اخوان قبل ما جون المرقص اول شي اللي عليك تسويه لما تطلب الشاحنة اطلب معاه سيارة المجانية تمام وخلي صاحبك يجي اخذ الشاحنة حقك وانت اخذ الساعة المجانية او العكس يجيب لك اياها جنبك هنا الساعة المجانية وبعدين الشاحنة بوريكم كيف توقفونا في المكان المطلوب شفتوا الخطة اللي في النص باشترع عليه بالسهم هذا الخط يا حبايب تمشون عليه بنفس هذه الطريقة تمام بنفس الطريقة هذه حلوية بهذا الشكل اهم شي تكون على نفس الخط والخط هذا اللي هنا اللي على اليسار هذا اباك توقف الشاحنة بمحاذاته راح يكون بهذا الشكل إن شاء الله تكون واضح إن شاء الله يكون واضح السهم حطى لك سهم هنا وسهم هنا أهم شيء تكون كده الآن رح ننزل بهذا الشكل اللي عليك تسويه شيء بسيط وسهل جدا تخلي خوية يجيب لك السيارة حقته يقرب لك إياها هنا يعني تكون قريبة منك حيث أنك إنت لما تسوي القريج تقدر تركب السيارة حقت خوية الآن رح نأخذ السيارة مجانية حقتي اللي داخل الشاحنة بهذا الشكل وبعدين رح نتوجه فيها لهذا المكان الآن ركزوا معايا خلاص رح نجيبها هنا بحيث أن تقفل على الباب بحيث أن يا أخوان تقفل على الباب إذا ما تقفل الباب حاول أنك إنت يعني تخليها على الباب زي كده إذا ضغطت مثلت ونزلك ما زبط لازم أنك إنت تحاول أنك إنت تقفل على الباب يعني مثلا زي كده الآن يا حباب اللي عليكم تسوونه رح تضغطون سهم يمين بعدين رح تقلتش الشاحنة زي كده طير تسوي حركات لو لو بيه كده ومدري فين تروح الزبدة أهم شي بعدها لما تتيح لك الفرصة أنك إنت تضغط مثلث أضغط مثلث بعدين تنزل وتركب السيارة حقت خويك وبعدها خويك خش داخل الشاحن حقته ويرسل لك دعوة وتطبقون الخطوات رح نسويها الآن ننتظر يا حباب بهذا الشكل حيث أن ناخذ مجال إنه نقدر نضغط مثلث بهذا الشكل بعد ما ضغطنا مثلث أباك تطالع في الخريطة وتوجه لاعبك تجاه السيارة تمام بهذا الشكل حقت خويك ولما تشوف خويك ركب السيارة لما تشوف لاعبك ركب السيارة بهذا الشكل تقر في السيارة الآن اللي عليك تخلي خويك اللي معاك يدخل داخل الشاحنة بهذا الشكل رح أوريكم بالشاشات اللي موجودة الآن يا أخوان رح يدخل داخل الشاحنة ويرسل لك دعوة تمام تمام أنا رح نشوف الان راح يعلق على التتشبات وبعدين اول خيار ويلس لك دعوة ركزوا معايا هنا راح اوريكم الخطوات التالية الان راح نرفع الجوال ونضغط X وعنفس الرسالة X الان يا اخوان اباكم تعلقون على زر الستار واول ما تشيل صباعك على زر الستار اضغط X تمام تمام بهذا الشكل حلوين يعني علق على زر الستار واول ما تشيل صباعك من زر الستار اضغط X الان بعدين online في هذا الشكل وبعدها يا حبايب راح نغير سيرفر راح نروح find a new session وبعدها invite a new session اذا ما زبطت معاك الطريقة عادي اللي عليك تسويه انك انت اصلا طف الانترنت وتشغله ويرجعك الوفلاين وبعدها تعال سيرفر خاص حلوين حلوين وان شاء الله اخوان افادتكم الطريقة وان شاء الله ان انا يعني ما اكون طولت عليكم اطول من اللازم الان راح نعلق على التتشبات وبعدين راح نروح سيرفز بعدين mobile operation center ونطلب request personal vehicle ونطلب السيارة اللي احنا نسخناها من صاحبنا وزي ما انتم شايفين يا اخوان ورسبنت معايا السيارة بدون اي مشاكل ونسختها بدون اي مشكلة واذا حابين يا اخوان اذا حابين يا حبايب تعيدون القلتش مرة ثانية الا عليكم تسوونه تعيدوا الخطوات من اول وجديد وان شاء الله راح ينزل عما قريب قلتش نسخ سيارات لا نهاية وان شاء الله في ملابس قادم بحذف للبنت وللولد ان شاء الله باذن الله وبس يا اخوان انا هنا اكون انتهيت لا تنسوني بالدعم واللايك والنشر والاشتراك واي سؤال واستفسار جميع الروابط في الوصف ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع جديدة وفي امان الله